وللحديث عن المشاركة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول رئيس مجلس النواب رئيس الوفد المشارك أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة هل لك أن تصلت الضوء على أهمية هذا المؤتمر والمواضع التي تم مناقشتها؟ بداية أشكر تلفزيون بحرية عن الاستضافة وأريد أن أؤكد على المؤتمر الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي هو مشاركة من الشبل البرامنية في مملكة البحرين ممثلة عن مجلس النواب ومجلس الشورى في المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد هنا في أبوظبي في الفترة بين 24 إلى 26 فبراير الجاري طبعا هذا المؤتمر يأتي ضمنه مشاركات الشابة البرلمانية في البحرين والدبلوماسية البرلمانية التي نعول عليها كثيرا في توطيل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديق في العالم وتعزيز الروابط المشتركة على مختلف الصعود السياسية والقصالية والتشريعية وأعتقد أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا في البحرين لأنه يعقد ويقام على دولة أرض دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقة والتي كما يعرف الجميع تربطنا بها علاقات أخوية وطيلة ونحن أشقاء ونتعاون في هذه المحافلة الدولية باستمرار التعاون وثيق في تنسيق الملفات المشتركة التي تربطنا طبعا هذا المؤتمر ينعقد على مستوى الوزاري لدول المنظومة المتعلقة بالتجارة العالمية وبين الفترة من المؤتمر الوزاري السابق الذي كانت تحت عنوان رقم 11 والمؤتمر الوزاري الحالي الذي نعيشه الآن 13 لمنظمة التجارة العالمية ناقشنا العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالتجارة العالمية وبقضايا المناخ وقضايا الرقمنة والتجارة الرقمية وقضايا مهمة على مسؤول الاقتصاد ويعني التنمية الشاملة في الدول العالم ووضعنا وثيقة بالتعاون وبالتوافق فيما بين الوفود المشاركة لكي تطرح قريبا على المؤتمر البرلمان الدولي الذي سيعقل في جنيف وهي فرصة أيضا لتداول الأفكار وتداول القضايا المطروحة على الساعة خاصة أن ما نعلم أن قضية البناخ وقضية الرقمنة والاقتصاد العالمي هي قضايا أساسية وملحة يجب التسليط تضع عليها أعتقد أننا أعطينا وجهات نظر ومشاركات متميزة من خلال الجلسة الأولى اليوم وسوف تكون لنا جرسات في اليومين القادمين غدا وبعد الغد وإن شاء الله وفد البحرين على مستوى من الكفاءة والحضور الفاعل في هذه المؤتمرات ويشرف مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي والعالمي وبقية أشقانة من الدول الخليج والدول العربية من أبو ظبي سعادة الناب عبدالنبي سلمان الناب الأول رئيس مجلس النواب رئيس الوفد المشارك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر